وزي ما شفنا كده بالفيديو لحظة الاشتباك بين لعيب المغرب ومصر بعد نهاية المباراة طبعا الكلام ده كله ما ينفعش وإحنا لا نرضاها ولا شعب المغرب الشقيقي يرضاها طبعا وقعت اشتباكات بالأيدي بين لعيب منتخب مصر والمغرب بعد نهاية المباراة في غرف خلع الملابس والحد الآن ما يعرفوش سبب المشكلة اللي حصلت بينهم ايه هو تفاجئوا ان فيه مشدات واشتباكات بين الفارقين طبعا كل ده حصل بعد نهاية المباراة في غرف خلع الملابس خناء الشوارع بين لعيب مصر والمغرب في ممر غرف خلع الملابس شهدت نهاية المباراة في ربع النهاء اشتباكات بين اللاعبين في غرف خلع الملابس والمباراة التي انتهت بفوز الفرعنة اشتباك بين أحمد فتوح لعب المنتخب المصري وياسين بونو حارس المنتخب المغربي عند ورف خلع الملابس